السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعبير قناة نحن في ألمانيا أهلا وسهلا فيكم كيف كنت؟ اشتعت لكم كثير كمهيات كمهيات بهذا فيديو اللي حنا نحكي عن شغلة كثير مهمة أنا سابقا ما كنت بعرف عنها وقلت ربما في غيري كمان معرفان عنها ولو بالرغم صلب ألمانيا ست أو سبع سنين فقلت لحالي ممكن يكون هذه المعلومة مفيدة لذلك قرأت وشفت فيديوهات وقرأت عن موضوع أكثر وأكثر وفتحت موقع الآداءات سهلة أكثر من المعلومة إن شاء الله بخلال الفترة رح يكون كل يوم في فيديو بإذن الله اللي حنحكي عن شهادة السواء الألمانية العادية اللي نحن معنا شو بيحقلنا أنه نجر ورانا لأنه نهنجر أو المقتورة إذا أنت بكتنتق من مكان لمكان أو عندك نقلة أو بكتجيب غرض فعندك مقتورة أو استأجاب مقتورة شو هو الوزن؟ مجملا على شهادة البي اللي نحن معنا بيحقلك أنه تسوق 3.5 طون بين وزن السيارة ووزن المقتورة بما تحمله فإذا أنت وزن سيارتك 2 طون فبيزد لك 1.5 طون بتقدر أنك أنت جرة وراك بقلب المقتورة هون هنه ما بيعتمدوا على حجم المقتورة أو قديش فيها المقتورة غضا بيعتمدوا على الوجزة على الوزن الإجمالي وهذا الشي أنك أنت بتعرفه بدفتر السيارة الوزن الإجمالي وأيضا الوزن الإجمالي تبع المقتورة فهون جمعا يكون عموما لازم يكون 3.5 إذا وزن زيارتك 3 طون فإنت بيبقى لك فقط نصف طون جرة وراك وهكذا وبشكل عام طبعا لا ننسى كمان الأشخاص اللي مع شهادة الكلاسة بي مثل مثلا فيها تسوق الفانت طبعا من ركاب وهو التاسع أو مثل ما عم تشوف سيارات الهرمز الديبي دي كمان جي ال اس الامازون هاي السيارات كلها بيحقلك أنك أنت تسوقها على الكلاسة بي اللي معك أو الشهادة اللي هي معك يعني مجملا إذا مثل ما حكينا المعلومة إن شاء الله تكون واضحة المقتورة إذا وزنة 750 كيلو عموما هيك بيكون هو الوزن فأنت لازم يكون سيارتك لحد 2.75 جمعا يكون 3.5 لو سيارتك مثلا أو لو أنت بدك تجر مقتورة أكبر من هيك فلازم تساوي شهادة البي اي اللي هي بيحقلك تصير بقال مقتورة لحد 3.5 طن المقتورة لحالة تكون بهذا الوزن ووزن سيارتك تكون قد ما تكون 3.2 ونصف فبع الحالة أنت بتريح راسك بتقول إنه أنا شو ما جريت وما جريت وراي المقتورة قد ما كان حجمها قد ما كان وزنها وأديش فيه أغراض فخلص أنا هيك أموري بخير وأموري بالسليم لازم تنتبع على قصة الوزن مثل ما ذكرنا ما وعند زكرت أول فيديو ولا لا نسيت بدفتر السيارة بشرح السيارة وتبع المقتورة الدفتر تبعا بيكون قديش هي آآ الوزن تبعا بدون أغراض وانت بازم إنك أنت تحسبها. هلأ الحل اللي وقصت لهي الفكرة مشا ما تدفع إنك أنت لشهادة الباقي لأنه شهادة فيها فحص فيها نظري بتاخد نظري بعدين فيها فحص عملي ففي حل هون دورت لكم عليه اللي هو شهادة الباي ستة وتسعين باي ستة وتسعين باي ستة وتسعين إلتا طيب أوكي هاي الوزن المسموح فيها بيصير مجملا إنس قزامت يعني أربعة فاصلة خمسة وعشرين طون عموما يعني بتزيد أنت معك واحد طون بتشوف قديش وزن سيارتك قديش وزن المقتورة جمعا يكون بيحقلك أنك أنت تسوق على هاي الشهادة أربعة فاصلة خمسة وعشرين أربعة طون وخمسة وعشرين والميزة الحلوة اللي فيها فقط دروس نظري أنت بتروع على المدرسة بتقولوا أنا بليساوي شهادة الباية زكس ونويتسيش وبهاي الحالة فقط بتساوي دروس نظري وما عندك لا دروس عملي ولا فحص عملي وهي تعتبر أوفر للجربة صحيح أنت ما حتسوق الباية يلي بيحقلك أنه لحد الثلاثة فاصلة خمسة طون اللي يكون مخطورة لا أنت هتكبر شوي الوزن يلي بيسمح لك أنك تسوق على الشهادة الاسواء الخاصة فيك بدل الباية يعني هذا هو الحل الوسط مش ما تدفع كتير مصاري شوفي كمان معلومات بتوقع إذا بواضح الفيديو أو لازم يكون واضح الفيديو حاولت أني يشرحه بشكل بسيط أنا فلت على موقع فلت على موقع الأكثر من شركة التأمين وعلى موقع التوف وعلى أكثر من موقع لجيب المعلومة الأكيدة وشفت أكثر من الفيديو فلذلك إذا هذا الفيديو لقيتم مفيد وعجبك لا تنسانا من الدعاء ودعم لايك شير هذا الفيديو وللقناة وإن شاء الله بتظلوا بكل صحة وعافية وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات القادمة بكل خير وسلامة يا رب وهلا حق لكم السلام عليكم بهيديد